والله كل المشاهد فيها احساس المشاهد اللي فيها احساس ما تبقاش سهلة يعني سهل انك تبيني انك بتعياتي تبيني انك بتعياتي لكن ان انت تبقي من جواكي بتعياتي او حزينة او في حزن جديد وحاجة قوية يعني مثلا المشهد بتاع اللي انا بشرح فيه الاخوية ازاي هو دخل علي بيها ولما عرفت ان هو اتجاوز علي حاسيت اني شبت وشبت اكتر لما بفتح الباب ولقيته جاي بعيلة صغيرة وزعلانة عليه انه هو قدامها بيبقى عامل زي يعني ما بيبقاش له كلم يعني ما بيبقاش له كيان محدد وبتاع وده لانه بيحبها وطبعا بغير منها لانه بيحبها طبعا المشهد ده عايز اكتر من النقلة يعني انت بتنقلي في الكلام بس ما عايش نفس الاحساس فده وبعدين ده انا كنت واخدها قبل الشغل بمثلا بربع ساعة المشهد ده وكان فيه كلام كتير واحساس كبير فالحمد لله ان انا يعني اعتقد والله او احلى من الناس قالت انه هو حلو يعني هادي الجير ده حبيبي ده احنا اشتغلنا مع بعض كتير جدا فبالنسبة لنا مش جديد ان انا وهو نشتغل مع بعض فانا فاهمان وهو فاهمني ومية عمر فنانة فنانة حلوة ومع زميلها كمان شخصية لطيفة جدا وانا حسيت ان انا قريبة منها ما حسيتش ان انا مثلا ان احنا مجرد زملاء او بتاع لا بدأنا نقرب من بعض وحنا في الشغل فحسيت ان هي مني وانا منها وبعدين عملنا مشاهد برضو مع بعض حلوة فطبعا انت كل ما بيبقوا الناس بتشغلي معهم صحابك وقريبين منك حتى لو بتعملي قدام الشاشة انك بتكرهيهم او انك بتتخنقي معاهم بتطلعهم مش هتحلو جدا لان انتوا خلاص بقيتوا صحاب بقيتوا فاهمين بعض بقيتوا قريبين فبتبتدي المسألة تبقى الحواجز اللي بتبقى بين اتنين لسه ما يعرفوش بعض كزوملة او كده بتدوب وتبتدي بقى انت بتشتغلي با يعني بتشتغلي الشخصية وهي بتشتغلي الشخصية ما لناش دعوة بقى ان احنا صحاب برا فخلاص بنبقى بقى ايه يعني سابين ايدينا في الموضوع ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو و سابسكرايب علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا جديدة من وش وشك موسيقى موسيقى موسيقى